بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية سعادة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي السيد فايز الشوابكة السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم بداية أتوجه بالشكر الجزيل لأخي معالي السيد سقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية الشغيغة للمبادرة ولسرعة الاستجابة بعقد هذا المعتمر الطارئ لبحث التطورات المأسوية التي تشهدها مدينة القدس المحتلة والشكر موصول لكافة الأخوة رؤساء البرلمانات العربية على التفاعل والمشاركة في هذا المعتمر الأخوة الكرام ربما ليس جديدا ولا استثنائيا ما يفعله العدو الصهيوني في الأخصى وحي الشيخ جراح وحي العمود منذ فترة فيما يتعلق بصلفه وغطرسته وتجاهله لكل المواثيق الدولية كما أنه ليس جديدا ولا غريبا ما يقوم به الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص فيما يتعلق بصموده النبيل وصبره الجميل وجلده الطويل لكن الجديد هذه المرة وربما كلنا لاحظنا ذلك هو حجم التفاعل والتضامن والتعاطف والمؤازرة ليس من الشعوب العربية والإسلامية فقط بل من كل شعوب العالم لقد غصت وسائل التواصل الاجتماعي بكل أنواع التغطيات والتعليقات من القارات الخمس في حملة عفوية غير منظمة لفتح الاحتلال وموارساته وهذا المعطى الجديد مهم وحيوي وفارق لأنه ببساطة يقول للمرابط في القدس لست وحدك وإنه مهما حاول الاحتلال بنفوذه وتلاعبه بالمعطيات وقفزه على القانون الدولي فإن ضمير الناس عالميا في حالة رفض واستنكار واستهجان لما يحدث ونحن من هذا المنطلق والمعطى علينا أن نتحرك وأول هدف للتحرك يجب أن ينصب على فضح العدو أقول فضحه لأنه برغب كل الفضائح التي كشفت في السابق كان هناك من بقي مغيباً نتيجة التعتيم الإعلامي في بعض بقاع العالم أو واقعاً أسير التزييف بسبب سياسات التضليل والتشوية لكن الوضع مختلف اليوم فالمقدسيون هم الذين تولوا إضافة إلى مهمة الصمود والمرابطة تولوا مهمة نقل ما يجري على الأرض إلى كل دول العالم وهذا النقل يؤثر ويصنع فارقاً وهذا النقل والمباشرة تزعج العدو وتؤديه وتصيبه في مقتل وإن كانت من مهمة تتبقى لنا فهي المساعدة في إكمال عملية الفضح عبر اتصالاتنا ببرلمانات العالم وممثلي شعوبها واستغلال علاقاتنا المتنوعة مع العالم في تسليط الضوء على ما يحدث وهنا أيها الأخوة أود أن أقترح بأن يقوم الاتحاد بتشكيل وفد برلماني لزيارة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والتباحث معه للوصول إلى صيغة تتعلق بإجراءات عملية تستهدف تسليط الضوء على ما يحدث في القدس وفضح ممارسات الاحتلال كما أقترح أن يقوم الوفد بالاتصال إن أمكن برؤساء المجاميع الجيوسياسية المختلفة في الاتحاد الدولي لذات الغرض كما أتمنى أن يقوم الاتحاد البرلماني العربي بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العربية وجميع مؤسسات الهلال الأحمر والمؤسسات الخيرية لتنظيم حملة تبرعات شعبية واسعة محددة الوقت والتاريخ لدعم الصمود الفلسطيني بالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخوة الكرام سأعيد ما قلته مرارا في مناسبات عديدة كل فعل صغير عملي ومباشر أو رمزي وعاطفي تقليدي ودبلوماسي أو ثقافي وإعلامي هو فعل مهم مهم إلى درجة لا تتخيلها وأنا هنا أسأل هل القوة هي العامل الحاسم في هذا الصراء هل الغلبة العسكرية هي العنصر الفارق لو كانت الإجابة بنعم فلماذا بقي هذا العدو منذ 1948 في ورطته ومأزاغه الوجودي لماذا لم يحسم العدو إنهاء الوجود الفلسطيني طيلة العقود المنصرمة لأن القوة التي مكنته من سرقة الأرض والشجر والماء والحجر والسلاح التقليدي والأبيض الذي بيد الفلسطيني عجزت عن سرقة صوت الفلسطيني عجزت عن سرقة صلاته وترانيمه عجزت عن سرقة لغته وشعره وغنائه وتراثه وقبل كل شيء قوة العدو عجزت وبامتياز عن كسر عناد الفلسطيني ورباطة جهشه ودمه الحامي ونزقه الجميل وقفزه من ملحمة إلى ملحمة وسيتعب العدو والفلسطيني لن يتعب سيتعب العدو والفلسطيني لن يتعب لقد جرب العدو ألف طريقة مع الفلسطيني وفشل وكان لسان حاله متى ننتهي من كل هذا لا السلاح فاد ولا الحصار أثر ولا الجدران العازلة ولا الاتفاقيات العرجاء ولا حقن الأرض بالأغراب لم يفد شيئا لأن الفلسطيني صاحب قضية وهذه القضية عادلة وواضحة إن مشكلة العدو مع الفلسطيني تكمن في هذا المعين الأخلاقي الكبير الذي ينطوي عليه الفلسطيني ومن كانت قضيته عادلة سينتصر ولو بعد حين لكن لكي ينتصر الفلسطيني علينا أن نقف معه علينا إشعاره بأنه ليس وحيدا وبأن الوحيد والمعزول والمحاصر هو العدو هو الكيان الصهيوني فقط لنكف عن جلد الذات والانغماس في الشعور بعقد النقص وتبني خطاب العجز بحجة الواقعية ويجب أن نكرر البدء في التحرك وكما قلت في بداية الكلمة ليكن تحركنا منصبا على هدف الرئيسي وهو فضح المحتل وتجريده من أسلحته وتعريته من آخر ورقة توت تستره وهذا ما يحدث اليوم يحدث بشكل لافت ومثير فقط علينا أن لا نتنازل عن إيماننا بقضيتنا وأن لا نتنازل عن خطاب العز والكرامة وسينجح الفلسطيني قريبا أقرب مما نتوقع شكرا لحسن الأنصات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته